التقى الفريق أول عبد المديد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى النائب دوغلاس لامبرن عضو لجنة الخدمة المسلحة بمجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وثنول اللقاء منقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبدلها مصر مع مختلف القوى الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار بقطع غزة وتهدئة الأوضاع بالمنطقة كما تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية